لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يعني إيه الكلام ده وليه بقى؟ دي دراسة هنحكي في موضوع الدراسة ده وأنا جبتها من بعدين ده بيعمل طاقة نكت في البيت وخناء على الأكل بسبب طبق السلطة العشوائي ده اللي بتعمليه طماطم وخيار سلب وموجب تخلطين أه أنت حرة حد يقولي طيب ما هي مفرد خيار خياراية مؤنسة هي لا لا أنا أسفل المواجهة ما فيهوش خياراية في هذا خيار وهذه طماطم روحي للجمع تعرفي أصل الكلمة السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بيكم متابعينا الكرام زواج الإعلامية ياسمين عز من مدير قنوات MBC مصر كشفت صفحة مختصة بأخبار المشهير أن الإعلامية المصرية الشهيرة ياسمين عز بتعيش أجمل أيام حياتها بعد زواجها رسميا من مدير قناة MBC مصر محمد عبد المتعال بعد ما عاشوا قصة حب سرية لسنوات عديدة مهمة جدا لشبابنا فرعنا الفراون الصغير الكبير بكل أعماره أرجوكم يا جماعة أرجوكم 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 شربوا ميا كتير في الحردة عشان الورد بيتبل وإنتو الورد بتاعنا هايزنكم دايما مزهزهين ومزدهرين ومصدر الأكسجين وقالت الصفحة إن محمد عبد المتعال دعمها ماديا ومعنويا لحد ما تشهرت وقالت الصفحة إن ياسمين عز دلوقتي بتقضي معظم الأيام معاه في السحل الشمالي في الفيلا بتاعته لحد ما تخلص دي كور بيتها لكن ما فاتش وقت طويل وردت ياسمين عز بنفسها على الخبر وقالت ياسمين عز إن دي المرة الأولى والأخيرة اللي هترد فيها على الشائعات التي طالتها بشأن زواجها وقالت إنها ستة غير متزوجة وإنها لما تتجوز هتعلن دلق جمهور ورسميا قدام كل الناس ومش هتتجوز في الخفاء وقالت ياسمين إن الزواج والعيلة فخر وشرف لكل إمرأة يجب أن تعلن عنهم وهي تفتخر بذلك يذكر أن هناك بعض الشائعات التي طالت الإعلامية المصرية ياسمين عز مؤخرا وخاصة خلال فترة إجازتها من برنامجها كلام الناس حيث تدولت بعض المواقع قصت زواجها من مالك قناة مبسي مصر وهو ما أدى إلى انتشار الشائعات وتدولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تفاعل متابع مواقع التواصل مع خبر زواج ياسمين عز مؤشيرين إلى أنها دائما ما تتحدث عن الزواج وعندما تزوجت أخفت الأمر وده اللي خل ياسمين ترد للمرة الأولى والأخيرة على هذه الشائعات كلنا عارفين أن الإعلامية ياسمين عز دائما بتصير الجدل بتصريحتها حول العلاقة بين الرجل والمرأة أو بين الزجين وبينتقد البعض إنحيازها الدائم للرجل فيما يرى البعض أن تصريحتها تهدف لإصارة الجدل فقط ولكنها إذا كانت إمرأة متزوجة فلن تلتزم بالكلام اللي بتقوله خاصة إنها بتدعم الرجل بشكل كبير على حساب المرأة ياسمين شاركت لأول مرة في مسلسل بر الدنيا والصفعة من بطولة الفنان شريف مونير الأول اتعرض في 2010 أما المسلسل الثاني فشهده الجمهور في 2012 واسمها دائما بيتصدر الترند مرارا وتكرارا وذا بسبب تصريحتها المسيرة للجدل وبعض المواقف المفجأة لها اتولدت ياسمين في سنة 1988 ودرست الإعلام في إحدى جامعات مصر وبتسكن في مصر وتحديدا في القاهرة وبدأت مسيرتها في عالم الفن في سنة 2010 وكان ده من خلال برنامج عز الشباب على قناة روتانا مصرية وبعدها انتقلت لقناة مبسي مصر وقدمت برامج عديدة ومن أهم البرامج اللي قدمتها واللي حققت نجاح كبير برنامج صباحك مصري وبرنامج نص الكلام وبرنامج كلام الناس ياسمين عز ناشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على حسابها في الانستجرام وبتنشر مقطع فيديو من حلقات برنامجها وبتشارك متابعيها صورها الخاصة وأجمل اللحظات اللي بتقضيها وعندها في حسابها مليون متابع وده اللي بيخليها من الشخصيات المعروفة على هذه المنصة وخضعت ياسمين عز لعمليات تجميل كتير جدا وده الواضح في تطور شكلها عبر السنوات فبشكل أولي بدت ملامحها أكثر نضوجا عما كانت عليه في السنوات الماضية يذكر أنه في عام 2022 تداولت جمهور صور ياسمين عز بشكل كبير أبلوا بعض عمليات التجميل وتم انتقادها على شكل ملامحها المغيرة إلى أنها ردت على هذه الانتقادات وقالت أنها لا تخجل من صورها القديمة وقالت أن في هذه الصور كانت ملامحها لم تنضج بعد فلا داعي للسخرية وزي ما قلنا لحضراتكم في كلام كتير وإشاعات كتير بتتكلم عن زواج ياسمين عز واللي كان آخرها الأخبار اللي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ومش بس كده ده ظهرت لها صور بفستان فرح بجانب شخص غير معروف لكن بعد كده اتضح أن الصور دي مفابركة لكن بعد كده اتضح أن الصور دي مفابركة وده اللي اكتشفوا الجمهور وعلقوا على الصورة وقالوا أنها متفابركة وتركيب سيء وفوتوشوب بربع جنيه ياسمين عز أثارت الجدل بعد إذاعة حلقة من برنامجها والوجهت خلالها نصائح للزوجات عن معاملة الأزواج بطريقة صحيحة حيث دعت الزوجات خلال الحلقة للتفخيم من أزواجهم وقالت ياسمين ليه بتنادي على جوزك حاف قولي لجوزك يا أستاذ بلاش لو اسمه محمد تنادي وتقول محمد وتكلي آخر حرف من اسمه يعني ينفع لو اسمك سماح بيقولك يا سما هتعملي مشكلة وتقولي ان بيخونك مع واحدة اسمها سما قولي له يا أستاذ للتفخيم ومحمد للتنعيم الشتوي ولو جوزك مهندس لازم تحسسي بالدفع والحنان لان حياته كلها مربعات ودواير ومستطيلات ومحتاج يرتاح قولي له يا باش مهندس وفخامي فيه قدام صحابك دلعي جوزك الباش مهندس أحمد وهيفتح لك البلكونة يخليك تشوف النيل من التجمع سيبي الجوزك أكتر من رف ورتبي دولابه واهتموا بملابسهم واسيبوا لهم رف في الدولاب علشان تغضي حسنات الرجالة حسب أهر كبير بسبب موضوع الرف ده وبكده يا جماعة نكن وصلنا معكم لنهاية الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس